يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد اليوم إن شاء الله رح نحضر مع بعض من سلسلة عصائر السيف العصير البنفسجي رح نعمله بطريقة بسيطة وطعم كثير مميز واللي يعني مشجع على هاي الوصفة إنه إلها كثير فوائد خلينا نبدأ بتحضير وصفتنا اللي هي بتتكون من عنصرين اسمه العصير البنفسجي لأنه مثل هاد اللون شايفين كيف اللون عن جد عصير روعة يستحق التجربة خلينا نبدأ بتحضير وصفتنا وصفتنا لليوم بتتكون المكون أساسي هو أوراق الكركدي أوراق الكركدي بتجيبوها من عند العطار هي بتكون مجففة بهذا الشكل أول خطوة لازم نعملها نغسلها كثير منيح لحتى تصفى من الأترباء اللي فيها وإذا فيها أي أوراق غير أوراق الكركدي ممكن إنه نتخلص منها هلأ هيك أنا لازم أبدأ بغسيل الكركدي على صفاي مثل ما أنتوا شايفين ببدأ بغسله لحتى ما تنزل الماي يعني وأعرف إنه صارت الماي ما فيها أي تراب مثل ما أنتوا شايفين بحاول إنه أغسلها على صفاي لأنه حتى تنزل منها دائما الورقيات اللي مثل هيك ما تغسلوها وترفعوا الماي عنها لأنها رح تضل الأوراق مع الأترباء هاي الخطوة ضرورية نعملها لكن بهاي الطريقة شوفوا هلأ أنا هيك رح أفرجيكم بس الأترباء اللي لسه بالصحن شايفين هاي ضرورة نتخلص منها هلأ هيك صار عنا أوراق الكركدي جاهزا رح نرفعها بتنجرة على النار بس في ملاحظة كثير مهمة بحكوا إنه مرات الكركدي يمكن يطلع معنا قوامه كثير خفيف أو ممكن يطلع معنا إنه لما نتذوقه يكون كثير تكيل فإحنا هيك رح نعمل مقدار بالضبط رح يطلع معك مصبوط مية بالمية هو عبارة عن كوب من أوراق الكركدي أربع أكواب من الماء أنا هون مستخدم هذا الصحن حتيت فيه مجموعة من الأوراق مستخدم أربع يعني مقادير من الماء بنفس الوعاء اللي أنا استخدمته الأربع أضعف هلأ برفعها على النار وبضيف عليها كوب من السكر كوب السكر أنا عيرته بالملعقة عشر ملاعق من السكر يعني لكل كوب تقريبا أو لكل صحن أنا هون مستخدم ملعقتين ونص وطبعا ممكن تضيفه سكر زيادة ممكن تحلو بلاستيفيا أي محلي ممكن تستخدمه هلأ أنا استخدمت الماء البارد مرات كثير أربع أضيف ماء ساخن حتى أسر عملية غلي الأوراق يعني بصير تضيفه ماء ساخن ما غلي بصير تضيفه ماء من الحنفية شوفوا كيف لما تبدأ تفتح أوراق الكركدي وهي تغلي بعرف إنه خلاص هي فقدت أكبر جزء من العثارة اللي فيها واللون اللي فيها رح ينزل مش بالضرورة إنه نغليها لوقت طويل يعني أكثر وقت ممكن تغلوها سبع دقائق بالثبت التايمر طبع الساعة بعد ما تبدأ تغلي على سبع دقائق هو أقصى وقت إنه ممكن نغلي فيه أوراق الكركدي لأنه رح تصير كثير باهتة وفاتحة والفاضي إحنا بنغلي فيها هلأ بنبردها تماما ما بنصيبها ولا يعني نتعامل معها إلا لتبرد تماما بعد هيك بنصفيها شوفوا اللون ما شاء الله روعة روعة ما شاء الله العصير شوفوا فيه إلو فوائد يعني كثير هو عبارة عن دواء لضغط الدم ما شاء الله ما شاء الله من أروع عنواع العصار اللي ممكن تحضروها أنا اللي طلع معي مركز هلأ أنا هون رح أستخدم علبة كاملة من اللي هي شرائح الأناناس عندكم أناناس فريش استخدموا حبة متوسطة الحجم رح أخذ الأناناس مع الماي اللي فيه رح أضربهم باستخدام شاف الكوكتين أول خطوة رح أضيفها لأنه اللي عندنا الكركدي بارد بدرجة حرارة المطبخ ضفت له كوب من اللي هي مكعبات الثلج وضفت هون اللي هي شرائح الأناناس هلأ رح أرجع أضيف عليها مية الأناناس وراح أضيف عليها لتر تقريبا هو اللتر رح يكون كافي إذا حسيتوا إنه اسميك شوي ممكن نضيف يعني تقريبا نص كوب يعني مقدار فنجان القهوة ماء لكن هو كافي مع علبة الأناناس المي اللي معها رح يطلع معكم عصير كثير مرتب هو اسمه العصير البنفسجي لأنه عن جد لونه هلأ بعد ما تعملوه تقريبا بساعة رح تحسوا إنه اللون كثير كثير يعني هلأ بلش اللون يطلع معنى بنفسجي لكن درجة اللون متل ما فرجيتكم إياها بأول الفيديو خرافية اللون فيها عن جد مميز وهاي يعني اللون مع الكركدي كثير كثير يعني رح يعطيكم فائدة عالية للدم ورح تحسوا إنه كثير بنعكس على بشرتكم بعطي نظارة من العصائر اللي عن جد طبيعية ممكن تحضروها بصورة بسيطة وسهلة اقتصادية وغنية بالفوائد هلأ أنا هيك سكبتها بزينها بأوراق النعنع ونكهة النعنع فيها كثير بتشاهي هلأ كمان رح أفرجيكم لما أصبها بالأكواب بعد ما أنتظر عليها تقريبا ربع ساعة رح تحسوا إنه اللون كثير بلش يوضح على النهدي أنا هلأ صبتها بس رح أفرجيكم بعد وقت قصير رح تحسوا إنه اللون عن جد خرافي بتمنى إن شاء الله تجربوا هالوصفة وتحكوا ليش رأيكم فيها إذا حسيتوا حالكم إنكم استفدتوا من فيديو اليوم يريد تدعموا بمشاركته مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي أو التعليق علي على اليوتيوب ومثل ما بحكي لكم ولو بنقطة التعليق على الفيديو كتير مهم حتى يرتفع الفيديو وتساعدوني وتدعموني إنه يوصل لأكبر عدد من الصبايا حتى يستفيدوا من الفكرة هيك إحنا قدمنا العصير بهاية الصورة من أشهى أنواع العصائر اللي ممكن تحضريها الكمية المتبقية معي ما شاء الله عملت معي تقريبا لترين اللي رح أتركها تكون كركدية بالصورة يعني على الحل لحاله ما ضفت له ماء ضفت له فقط اللي هو ماء الورد وحطيت له مكعبات من الثلج هيك أنا قدمته المقدار أعطاني مقدار كثير كبير ممكن حتى هذا العصير تحضروه يضل معكم ليمين بالثلاجة ما يتغير عليه بالطعام صحة وألف عافية جاي الصيف أكتبوها وصفة عندكم لوصفات العصائر اللي ممكن أنكم تستفيدوا منها وتقدموها بالمناسبات الحلوة أو بأي أوقات أوقات ممكن أنكم تحسوا حالكم فترات الحر الشديد تقدموا مشروب بارد بهاي الطريقة كله فوائد شوفوا ممكن كمان تقدموا لولادكم طريقة تانية حتى يعني تشجعوهم إنهم يتناولوا أنا اليوم عملت لهم إياه بهدول الأكواب بحبوا لولاد كتير يعني هاي الأفكار عأساس إنه يعني يتشجعوه مثلا إنه بديل الجاهز اللي ممكن إنهم يجيبوه رح أعملهم إياه به هاي الأكواب بس شوفوا اللون كيف بعد تقريبا عشر دقائق بلش اللون كتير يوضح إن شاء الله ريحته وطعمه عن جد مميزة شهي جدا 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 جربوه إن شاء الله إنه بعجبكم صحة وألف عافية شكرا لكم على حسن المتابعة وانتظرونا في فيديو جديد ووصفة جديدة من قناة فكرة وطبخة مع أم أحمد دمتم في أمان الله يسعد كل أوقاتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة